ومعنا أول اتصال سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً اتفضل يا حجة في سورة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء رب العزة بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي سورة الأحزاب بيقول رب العزة ليجزي الذين صدقوا بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم طب هو المنافقين ربنا هيتوب عليهم إزاي صلي عننا أما أنت سؤال الجميل أوي صلي عن نبي عليه الصلاة والسلام ألو حضرتك سمعاني يا سيدة الكل أيوة سمعاني صح أيوة بقول له حضرتك صلي عن نبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تمام لما ربنا يقول إن الكافرين دول هيدخلوا النار تمام المنافقين أيوة ماشي ماشي يعني الكافرين مش هيدخلوا هيدخلوا آه صح ولا لأ أيوة ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين المشركين هيدخلوا النار والكفار هيدخلوا النار والمنافقين هيدخلوا النار صح؟ أيوة طيب لو تابوا إلى الله هالربنا هيقبل توبطهم ولا لأ؟ لو تابوا قبل ما يموتوا إن شاء الله بإذن الله ربنا يقبل توبطهم حيل وقوي نيجي بقى نطبق ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أبو سفيان كان بيحارب النبي وتاب الله عليه عشان تاب إلى الله عمر بن العص كان بيحارب النبي وتاب إلى الله كتير كتير خالد بن الوليد صفوان بن أمية عمير بن وهبن الجمحي ناس كتير 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 كانوا بيحاربوا النبي صح؟ وربنا قال قل للذين كفروا قل لهم يا محمد إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سال موضوع انتهى وده من كرم ربنا ومن رحمة ربنا لما تقري حضرتك كل الجرائم اللي كانت في القرآن ربنا قال إلا من تاب لو تاب خلص هيقبل منه قلت له يا رب انت هتقبل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الزنوب جميعا كل الذنوب شفت فالمنافق الكافر المشرك الملحد اللي من غير ملة لو جاء قال تبطو إلى الله ربنا بيقبل تبطو الحمد لله رب العالمين شفت إزاي أي أي حاجة ربنا بيغفرها إن الله يغفر الزنوب قلت له أنا ذنوب قال لي جميعا كل الزنوب كل الزنوب ربنا بيغفرها أو قل لي حضرتك على حاجة حتى الشرك بس بشرط ان يجي المشرك نفسه يتوب الى الله يعني ما يموتش على الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به يعني ما بيغفرش انه لو واحد مشرك وراح لربنا هو مشرك وعمل بقى اطعام فقراء وعمل مستشفي وخدم طوب الارض بس رايح لربنا ايه مشرك ربنا قال لا الشرك بابيتغفرش انما واحد راح لربنا وهو مزنب زنب ماشي بس بنا جامع اطعام الفقراء والمساكين دي بتغطي دي ان الحسنات يذهبنا الله يفتع عليك امتى الحسنات يذهبنا السيئات لو الشخص ده مؤمن طب لو مشرك ربنا بقول انا مغفرش الشرك يعني يبقى جعلة مع الله الها اخر وربنا كفقه لا لا لازم الاول يقول لا اله الا الله ويطوب ويطوب الى الله يقول يا ربنا مؤمن بي خلاص ربنا يدخل له اي حاجة طب بنفرد ان فيه يعني شخص هو يعني خدوم جدا ما بيستناش يعني حد حتى ان هو يطلب منه خدوم كويس لكن هو اللي بييجي جنب شغله بي يعني بيبقى يعني ده خطة احمر ما حدش ييجي جنب شغله خالص ما حدش ييجي جنب شغله بيعمله بلوك ماشا بيقفل عنه طيب هو قافل عن عمل بلوك لاخوه وما بيعرفوش لا هو لو 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 ما قاطع اخوه اه ما نقدرش نخدمه في حاجة زي كده حاجة ما نقدرش ايه ما نقدرش نخدمه يعني هيروح لربنا ها وهو انا يؤسف ان ان اقول لا خليك معايا خليك معايا ايه يؤسف ان ان انا اقول للجميع دلوقتي انه ربنا بيلعن قاطع الرحم بيلعنه الكلمة جبيرة هي هجبها لكم من القرآن دلوقتي جدا جدا بص بص حدرتك يعني اللي ما بيسألش في اخوه واللي ما بيسألش في عمته اللي ما قاطع عمه اللي ما قاطع خاله حتى لو غلت فيه ما انا هقول لحضرتك ها خليك معايا واحدة واحدة ايه اللي قاطع اخوه اللي قاطع عمه اللي ما قاطع خاله عمته خالته اللي هم الرحم بتوع ايه تعالوا يا رب اي حكم قطيعة الرحم قال لي فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم فرقم واحد قطيعة الرحم افسدت في الارض من اللي قال كده ربنا تمام كده ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم قطلوا دل ايه بقى قال لي اولئك الذين لعنهم الله استغفر الله يعني لو انا بقولي الكلام ده حد يقولي انت متحامل يا شيخ والله انا متحاملت انا بقرأ لك القرآن فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم بعدها قال لي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالوها شفتي الا قطيعة الرحم الا حضرتك بقى تفضلت بي انه هو اللي غلط في ده شتمني ده اهني تمام كده واحد رحل النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال له ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني احلموا عنهم وعليهم يجهلون علي بيجتموني احسنوا اليهم فيسيئون الي بيغلطوا في النبي قال له سبك منهم لا قال له لان كنت كما قلت لو اللي انت بتقوله صح فكأنما تسفهم المل اللي هو التراب الحار السخن ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ربنا معاك ربنا هيعزك ربنا هيكرمك ربنا حينصرك لانك بتصل لرحمك وقالوا ليس الواصل بالمكافئ النبي قال كده يعني ايه يا رسول الله قال ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصله قلنا له لا احسنوا فهمين يا سيدنا النبي قال مش ان اخوك قال لك ازايك فانت قلت له الله يسلمك انت كده وصلت الرحم لا انت كده كفئته هو قال لك السلام عليك قلت له عليكم السلام دي اسمها مكافئة ما اسمهاش صلة انما صلة الرحم من اذا قطعت رحم وهو وصلها اني اخوك ما بيسألش قمت انت سائل اخوك غلط فيك قمت انت احسنت ليه ايوه هي دي صلة الرحم انما اخويا زرن مبارح وانا زرته النهاردة زيارتي ليه النهاردة ما اسمهاش صلة رحم اسمها مكافئة ايوه واحد جا جاب لهدية في نجاح ابني انا لما رحت جبت لهدية في نجاح ابنه انا كده جبت التايها يعني لا انا كفئته انا كفئته ايوه فصلة الرحم النبي قال ليس الواصل بالمكافئ طوله ما الواصل قال من اذا قطعت رحم ووصلها انه قريبه ما بيسألوش عنه هو اللي بيسأل اه دي اسمها صلة رحم هو بقى عامل بلوق وما بيه وما ملجح وبخوه ده خالص ولا بيسأل ولا بيسأل عنه ولا بيحب سرته ولو جات سرته مش هيذكره الا بكل سوق يعني رغم على ان الولد ده نفسه بيعمل خيرات بطريقة يعني انا مش عايزة اقوله بس القرى اللي هي فقيرة بيعمل لهم اطعام ويعمل لهم ممكن ممكن اسأل حضرتك سؤال اتفضل حبيبي صلي عن نبي عليه الصلاة والسلام نعم ايوه اتفضل جاء واحد ما صلاش العيشة تمام او ايو وصلى اربعين رقع قيم ليل ايوه والعيشة اربع رقعات بس يصلي اربعين رقع قيم ليل اعد اعد ثلاث ساعات يصلي قيم ليل ايوه ده يغني عن العيشة لا طبعا لانه العيشة فرض ايوه لو زي ايه واحد لا سمح الله عاقل والدي والله العظيم لو صام النهار وقام الليل وهو عاقل والدي ربنا حيقبله عايزة اقول لحضرتك لا جاوبين يا ستك كل الله يستورك صام النهار وقام الليل وعاقل والدي ربنا حيقبله ده احنا سمعنا واحدة صوامة قوامة وقالوله يا رسول الله دي بتصوم النهار وتقوم الليل غير انها تؤذي جيرانها لسنها طويل مع جيرانها النبي قال هي في النار لا اله اه النبي اللي قال كده عليه ستس هي في النار لسنها طويل هي في النار طب دي صوامة قوامة واحنا مالنا ومال صيامها وقيمها هي بتصوم لنا وبتقوم لنا نمالنا شفت إزاي فلو جيت قلت لي واحد بقى ما شاء الله عليه مسك المصحف 24 ساعة ما شاء الله عليه عمره حج عمره وقاطع لرحمه ربنا بيلعنه هو صلة الرحم دي فرض ولا سنة لا فرض هو سبع في القرآن هو سبع سبع الفرض وراح يعمل عمره العمره سنة وصلة الرحم فرض ايه رأيك العمره سنة اه يعني انا دلوقتي جاي طالع عمره تمام ايوه العمره سنة صح ولا لا ايوه طب امي بالنسبة لي فرض ولا سنة لا فرض لا دي فرض امي قالتلي لا يا ابني لا يا ابني ما تسافرش انا محتجاك يا ام تسيبين اطلع عمره دي احنا في شهر رجب تقول لي لا ما استغناش عنك ما تسيبنش اليوم من دول استنى بقى الشعبان وبقى روح في شعبان انا لو رحت عمره ابقى قاثم لا اله الا الله طب عمرتي لا تقبل اصلا اقول لحضرتك على حاجة صلي عن نبي عليه الصلاة والسلام جيت قلت نويته اصلي سنة الظهر الله اكبر وانا بصلي السنة امي ندت علي تمام كده ايوه لو ما رحتاش ابقى قاثم لو ما رحتش لامي يعني اسيب الصلاة ما اسيب الصلاة اسيب الصلاة وروح لها دي سنة سنة انما فرد اه اقول لا ده فرد ربنا وده فرد امي يبقى فرد ربنا يقدم على فرد امي امي جيت انا بصلي الظهر وامي ندت علي فقلت يا ربي دي صلاة امي صلاة امي لا بس صلاة ده فرد اه فردك انت مقدم على فرد اه لا يبقى صلاة الاول جيت بصلي سنة وامي ندت علي خلاص امي فرد ولا انا بعمله سنة يبقى سيب السنة وروح للفرد ايوه ايوه زي اذا اقيمت الصلاة احنا هنصلي في الجامع اقيمت الصلاة واحد بيصلي سنة ها يبقى يصليها لا لان اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة انه بيقال كده ايوه فاللي كان بيصلي سنة نقول له خلاص حج سنتك خلصت ايوه سنتك خلصت كده خلاص ليه لانه في فرد عندي فالسؤال ايوه صلة الرحم فرد لازم نروح للفرد بر الوالدين فرد فانا بصلي السنة سنة الوضوء وامي ندت علي يا رمضان يا رمضان اجري فريرة اه شوف ازاي سبحان الله فده حاجة اخذوا بالك يا جماعة لانه القرآن بيقول ايه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سبحان الله فيه ناس عملت اعمال كتير هتروح يوم القيامة مش هيلقوها اصلا مش معمولة صح ما فيهاش اخلاص ساب الفرد وراحة لن تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض دي حاج دي قاعدة عندنا سبحان الله يعني الواحد بيشوفه بيصلي وبيخفر وكلامه كله يعني ذكر الله لكن ييجي ييجي لأخوه ومثلا وخلانه ايوة وخلانه وخلاته دول بلوك عمل لهم بلوك وما يذكرهم شاء الله بكل يعني يعني الواحد ما بيحبش يفتح انا انا من خلال حضرتك الاول بشكرك على الاتصال الجميل ده جزاك الله خيرا ده انا لا تتخيل انا مبسوطة ان انا بكلم ابني ده انت على رأس يا سبتك ربنا يجبو خطرك وانا بشكرك على المدخلة الجميلة ديت ومن خلال الاتصال ده انا بوجه رسالة للجميع خدوا بالكم ده صلة الرحم ده فرد من الفرائض زي بر الوالدين وربنا اللي قال كده في القرآن وقضى ربك قال لا تعبده إلا اياه بالوالدين احسانا طب غير الوالدين قال لي ايه فآتي ذا القربة حقه وآية تاني قال وآتي ذا القربة حقه وما اتنين واحدة في صورة الاسراء واحدة في صورة الروم آتي ده فعلا امر شو بيقولك بيقولك فآتي ذا القربة حقه له حق عندك حق مادي وحق معنوي حق مادي لو محتاج تقف جنبه وحق معنوي انك تسأل عليه تعبان تروح تزوره فده امر خطير جدا يا حضرات دي اول دي تاني رسالة معنا في البرنامج اقولنا الرسالة اقولها ذكر الله الرسالة التانية صلة الرحم اتقوا الله في ارحمكم